سلام عليكم فيديو جديد مع عمر دايزر الأخبار يا جماعة إن شاء الله جميعا بخير ونهاردة أخيرا هو الموعد الرسمي لجالاكسي انباكت من سامسونج لدينا أجهزة جديدة لدينا الجالاكسي زي فولت والجالاكسي زي فليب فايف اللي اتنين هتلاقيهم موجودين في الفيديو موجودة على القناة صحيح جدا تفرج عليه لكن نهاردة نتحدث في الفيديو ده على الجالاكسي ووتش سيكس الجديدة وتتحدث كمان على الألترا الجديد العملاق من سامسونج نبدأ مع التاب التاب اس 9 يأتي لك 11 إنش التاب اس 9 بلاس يأتي لك 12.4 إنش و الوحش العملاق التاب اس 9 ألترا وهذا يأتي لك 14.6 إنش ده تلفزيون زي الجيل فات الهاردوير هنا بصراحة رهيب الجهاز ده مسكته في ايد خطيرة جدا مفيش حاجة بالحجب العملاق ده والبازل هنا صغيرة جدا زي ما انت شايفين الالترا جهاز سنكر فايع جدا جدا بذاتها الجهاز بهذا الحجم العملاق البازل زي ما قلنا صغيرة جدا شكلها بصراحة رهيب بازل زي أصغر ما يمكن وده بدي كمان نوتش صغيرة والصراحة مش فارقة عشان هي مش دخلة بروز كبير إطلاقا في الشاشة العملاقة اللي هنا شكلها رهيب إذا لم تسكت الجهاز ده قبل كده فالهاردوير هنا فعليا مبهر كل حاجة مصنوه بشكل رهيب الجسم المعدن السمك عندك كمان هنا أربع سماعات حجمهم أكبر بعشرين في المئة من الجيل عندك طبعا دعم دولبي أتموس تون باي اي كي جي الصوت هنا في عالم تاني الفرجة المحتوى على الشاشة العملاقة مع السماعات دي تجربة رهيبة لو انت واحد تستخدم التابلت في فرجة على نتفل اكس فيديوهات يوتيوب و اي محتوى ما الى ذلك رهيب هنا الاسبكت ريشو على فكرة هنا 16-10 بيديك بساحة رؤية عملاقة رهيبة وإذا كان عندك حلم من أحلامك انك تتفرج على التابلت وانت في الشوار او انت في البول او في المطر دلوقتي يبقاش عندك مشكلة عشان الـ Tab S9 Ultra بقى IP68 مقاوم المياه مقاوم الترابط يقدر تعمل به اي حاجة انت عايزها في المياه اتخيل انك تستخدم الجهاز بره وتعملها لشيء مهم دانيا مطارت شويه لا يوجد اي مشكلة معك الطبعا الشاشة 120 هيرتز كل شيء سريع و سريع و لذيذي من الحاجات التي تطورت هي البروسيسور لديك سناب دراجين 8 جين 2 نسخة جديدة والرامي يصل الى حد 16 جيجل والذاكرة الداخلية يصل الى 1 تيرابايت لو تستخدمه كأنه الكمبيوتر و تستخدمه مع ديكس لا يوجد اي مشكلة من النقطة و على فكرة الوقت تربطه مع موبايل لك السامسونج و تنقل ملفات ما بينهم تعملها drag and drop من الموبايل للتابلت او العكس دي برضو حركة مفيدة و رغم السمك المش منطقي للألترا عندك بطارية عملاقة 11200 ميلي أمبير و اكيد بيجيلك جول علبة الاسPIN اللي تشبوكه ماجنينتيك في دار الجهاز و على فكرة بيشحن من ناحيتين او بيشحن من غير مشكلة طبعا جهاز زي ده من الممكن ان تستخدمه كشاشة واحدة عملاقة الفرجة على الفيديوهات او براوزر او من السهلة جدا تعمل ملتي تاسكنج المطور هنا زي ما شفناه في الفولد بحيث تسحب أبليكيشن هنا و تحطها هنا و تستخدم النصين و كل واحد عملاق زي ما شايفين شكله خطير جدا و تفتح أكيد أبليكيشنز في فلوتينج ويندوز كما نحن متعودين و الوقت تستطيع تسحب الفلوتينج ويندوز على جمد بحيث تكون موجودة لكن مستخبية شوية مع الاسبكت ريشو كما 16-10 استخدمك الجهاز بشكل لطيف جدا حتى لديك مساحة أكبر فتحس أن الاسبكت رأيكيشنز واخدها حتى انت بستخدم الجهاز بالطول كل حاجة لطيفة جدا استخدمك الاسبين طبعا تستطيع تعمل أي حاجة زي ما بتعمل بإيدك عادي جدا كل حاجة لطيفة وسهلسة سامسونج جانب استخدم فيبرد شامبر عملاقة هنا بتقول أحسن نظام تبريد على تابلت عندها فهيستمر معاك من غير تراتلينج طبعا في الجيمز لو عايز على شاشة العملاقة هذا أكيد منافس كملك للتابلت في عالم أندرويد فعلا الهاردوير هنا رهيب والسوفت وير يتحسن وطبعا سيأتي له أندرويد 14 اللي سيحسن أيضا تجربة الشاشات الكبيرة أحسن وأحسن التابلت الأصغر منهم أكيد برضو لطيفة مع شاشة 120 هرتز ومشو كلها سبعا شاشات آموليد لكن لو أريد الألترا فهو ده أكيد عندنا أيضا الساعة يا جماعة جالاكسي واتش 6 النسخة دي هي نسخة الكلاسيك اللي بتجيلك مع الروتاتينج بازل اللطيف جدا جدا من سامسونج التصميم هنا في رأيي بقى ألطف بكتير البازلز بقت أصغر بعشرين في المية الروتاتينج بازل نفسها اللي بتلف بقت أصغر والبازلز كما ترون داخلية قلما مش موجودة مع شاشة نفسها شاشة بقت أكبر وبقت برايتر أكتر كمان اللي ضبط عادتها أعلى بصراحة شكل لها لطيف جدا طبعا دي الكلاسيك زي ما قلنا ودي الجالاكسي واتش 6 العادية التصميم بازل أو الروتاتينج بازل وشاشة بصراحة شكلها جدا جدا الساعتين شكلهم شياكة جدا وعلى فكرة عندك حجمين من كل ساعة بس بصراحة الكبيرة دي شكلها رهيب السترابس كمان في منها كذا نوع عندك الجلد شوي ده فيه سيليكون فيه قماش دلوقتي كمان شكله لطيف لا يوجد كلمة برو المرة دي كلاسيك أعلى واحد يمكن أن يزيله برو بعد كده لكن دي يأتي لك مع سافير جلانس بدي لك مع بروسيسور أعلى من جيل فات W930 من اكسينوس والبطارية كمان كبرت المفروض توصل معك لحد أربعين ساعة مش رقم العملاق لكن اي حاجة زيادة يعتبر أحسن طبعا اكيد مقاومة مية عندك لحد عمق خمسين متر فيش اي مشكلة في النقطة دي وعندك مجموعة كبيرة من السنسور طبعا من نبضات القلب والأي سي جي والتوتر ونسبة الأكسيجين في الدم وعندك كمان دلوقتي سكين تنبريتشر سنسور بقيس درجة حرارة سطح جلدك ده بيساعد في مراقبة النوم وحاجات تانية كمان خاصة بالصحة التعاون مع السوفتوير ايما بالتوتش او بروتيتينج بيزل بصراحة انا بحب جدا طريق التعامل دي بتفتح الانتفكيشنز او تحاول هنا على كل الامس والحاجات اللي عندك الساعة من التجربة الاولانية سالسة و سريع فيش اي مشكلة والشاشة بشكل مشكلة خطير جدا عندك كمان زراري هنا عشان تفتح الامس او كمان تفتح الامس او كمان تفتح الامس او كمان تفتح الامس و بصراحة كالتبعات اولئة انا شايفها الشياكة طبعا ساعات سامسونج تشتغل مع ويرو اس فعندك كل الامس وعندك كمان الامس تتعامل بلاي ستور وعندك جوجل كلها انتجريتد هنا وبشارة وديه حاجة اكيد لطيفة و انا معجب بالسنعة كنظرة مبدئية والسترابس كمان شكلها لطيف والديزاين شكله حلو ولينا اكيد تجربة اكتر مع نشوف موضوع البطارية والبيفورمانس على المدى الطويل وما الى ذلك المنافسة اكيد دلوقتي بقت شارسة جدا في عالم السمارت واتش من منافسين كتير ويعملوا حاجات قوية جدا فظن محتاجين نعمل فيديو زينا ونزل مقارنة بين اقوى ساعات موجودة في سون شوف ساعة سامسونج الجديدة هتعمل اي اصاد المنافسة دي كانت نظرة اولى على الترا سامسونج والعملاق والساعات الجديدة اذا عندكم عنهم اي اسئلة كتبالي في التعليقات اذا لم ترى الفيديو عن زي فولد والزي فليب فايف فتلاقي موجود في مكان الماء على شاش الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام